طيب سلم محمد نلاحظ الآن يعني العديد من الدول قد تراجعت وقد تركت فلسطين والشعب الفلسطيني يواقه مصيره بنفسه وبينما نلاحظ تحالف الغرب والعديد من الدول الأوروبية كذلك مع الجانب الإسرائيلي هل هذه الأمور من وجهة نظرك ستضعف من قوة المقاومة وكذلك ستؤدي إلى تراجع حدة المركة بعد ذلك؟ بفضل الله عز وجل ما شهدناه خلال هذه الجولة والصولة للمجاهدين أثلجت صدورنا جميعا وأثلجت صدور هذه الأمة واطمأنت قلوب المسلمين جميعا إلى أن هذه الفئة بإذن الله تبارك وتعالى منصورة وفيها بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضره من خالفهم ولا من خذرهم وبذلك بإذن الله تبارك وتعالى هذا أولا مبدأ ثابت بإذن الله يطمئن جميع المسلمين الذين يحبون دينهم وغيرين على دينهم وعلى قضيتهم وعلى المسجد الأقصى المبارك ثانيا يحزننا أن ينفض إخواننا ممن فضوا عن القضية الفلسطينية وأهلنا وأشقاءنا ممن هم من العرب ومن المسلمين وتراجعت مواقفهم ونرى اليوم صمتا مطبقا من الدول والأنظمة تجاه ما يحدث في غزة ولكن هذا بالتأكيد لن يفت في عزيمة المجاهدين ولكن بالتأكيد هو مطلوب وهو واجب على الجميع إن لم يكن واجبا شرعيا فهو واجب عروبي أخلاقي إنساني ففي كل مستويات هو مطلوب لذلك لا يمكن أن نتجاهل هذا الدور العربي والإسلامي تجاه قضية فلسطين وعلينا جميعا دور إحياء هذه الأمة وبس روح العزيمة وبفضل الله عز وجل بفضل صمود إخواننا في غزة وبفضل ضربات المجاهدين نجد الشعوب تنطفد وهذه الأمة حية لا زال فيها الخير وإن على هذا الصمت المطبق من الأنظمة الرسمية إلا أن شعوبها حية ويكمن تحت الجمر وتحت الرمادي نار وبراكين ستنطفد في وجه هذا العدو المجرم فلا يغرنه هذا الصمت ولا يغرنه هذا الرماد لأن تحت هذا الرماد مارد بإذن الله تبارك وتعالى حين ينطفد لن يبقي ولا يذر هذه الغطرسة والعنجهية الصهيونية التي أقدم العدو بكل قوته وبكل عنجهيته ضد غزة واستخدمها ضد غزة يعتقد أن العرب والمسلمين لن يقوموا ولن تثور لهم ثائرة في هذا الموقف إلا أننا نقول لا زالت أمتنا بخير ولا زالت هذه الشعوب فيها من الخير الكثير وبإذن الله تبارك وتعالى ستنهض وستري أعداء الله عز وجل ما يسوء وجوههم ومن هنا من هذا المنبر المبارك ندعو جميع إخواننا ونستنصرهم لنصرة إخوانهم أنهلموا للمشاركة في هذا النصر فوالله يا إخوة إن إخوانكم في غزة لا يضرهم إن ذهب إخوانهم العرب وانفضوا عنهم لأن الله عز وجل تكفل بهم وتكفل بحفظهم ويرون معية الله عز وجل في المعركة وغيرها دائما معهم ويرون آيات الله عز وجل دائما معهم إلا أننا ندعوكم للمشاركة في هذا النصر لأجل أنفسكم لأجل هذه الشعوب لأجل حريتها لأن غزة إن لا سمح الله تجرأ هذا العدو عليها وقام بما يقوم من إجرام ضدها وكسرت غزة فلن تقوم للإسلام ولا للمسلمين ولا لعرب قائمة لأن غزة اليوم ومجاهدية هم رأس الحربة في الدفاع عن هذه الأمة نقول لكم قوموا إلى نصرة غزة بكل ما تملكون بجهودكم وجهادكم وسلاحكم وأموالكم وأنفسكم وإعلامكم وبالكلمة وبكل شيء لأن غزة تدافع عنكم وعن شرف البلاد العربية والإسلامية وعن أراضيها هذا العدو المجرم وكما رأينا في العديد من المحافل الدولية يذهب بكل تبجح ليعرض خرائطه يمسح منها دولا عربية بأكملها مثل أودن ومثل النصر وسوريا والعراق ولا يعترف بهذه الحدود أصلا ولا يعترف بوجودكم جميعا لكن الذي يوقفه اليوم عنكم هي هذه الفئة المجاهدة المؤمنة التي تقف في غزة كشوكة في حلقه ولذلك فإن نصرتها واجب عليكم وإن تركت هذه الفئة لهذا العدو المجرم فإن هذه الأمة ستشاهد من هذا العدو يعني من الإجرام والعنجهية والظلم ولن يتوقف عند حد فلسطين هذا ما نقوله دائما وهذا ما يجب على الأمة أن تكون واعية إليه وأن تنظر دائما إلى مستقبلها وإلى حاضرها فدعوة العربي للتطبيع مع العدو الصهيوني هي دعوة إجرامية تستهدف الدول نفسها تستهدف سقوطها في هذا المستنقع هو اليوم رأيناه غير قادر على حماية نفسه فكيف يستطيع أن يحمي هذه الدول التي ذهبت للتطبيع معه هذا يعني لا يمكن ولا يستقيم ولذلك يعني رجوعا إلى سؤالك أخي عدنان إن أهل غزة والمسلمين في فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى على الحق ومن يقف معهم لقد يعني وقف على خير وعلى أجر عظيم وقد نفع نفسه في الدنيا والآخرة ومن تركهم وخذلهم فلا يلومن إلا نفسه لأن الله عز وجل تكفل بهذه الطائفة المنصورة وهو وقضية فلسطين قضية أمة وقضية إسلام وقضية عقيدة والتخلي عنها إنما هو تخلي عن جزء من العقيدة وهذا لا يجوز وقد تحدث شيخنا جزاه الله خيرا ولعله إذا طرق إلى هذا الموضوع أيضا ويبينه لذلك هذا بإذن الله تبارك وتعالى نستمر في الحديث عليه وإليه لجعل هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى مجتمع دائما وفي كل وقت حول هذه القضية المباركة